حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي في أجواء إيجابية احتفالا بعودة الفعاليات الفنية في دبي وعودة الحياة لطبعتها بعد توقف طويل أطلق النجم محمد رمضان الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة يا حبيبي بالتعاون مع النجم الفرنسي العالمي ميتري جيمز الأغنية تم تصويرها في دبي وهي من إخراج حسامي الحسيني وخلال المؤتمر الصحفي تم إطلاق الأغنية رسميا وحققت بعد ساعتين بس من طرحها حوالي نصف مليون مشاهدة يا حبيبي يا حبيبي الكليب نزل وإحنا في المؤتمر يارب يعجب الجمهور يعجب جمهوري ويارب يعجب جمهور ميتري جيمز أيضا هو جمهوره كبير جدا جدا محمد رمضان من داخل المؤتمر أجاب على سؤالنا بخصوص السر اللي خلاه يتجه للغناء وهل ممكن ده يأثر على شغله الأساسي كممثل ولا لا؟ أقول لك أنا لغة ليتراسك أنا يعني بحب أن أستريح من إنتي كممثل ففي شي اكتشفت خضني وزعلني لما اكتشفت أن شعبية المغانية ميت ضع شعبية الممثل وده يباني في الحفلات يعني أكبر مصرح ممكن ممثل يظهر فيه بقاعد قدام ألف واحد عندما على الحفلة الموكري قدامي نص مليون حفلة مراقش قدامي نص مليون من جمهوري حفلة الساحل الشمالي في مصر كان قدامي 150 ألف هل 150 ألف دول ممكن يقولي كممثل في مكانت أنا أعرف أحدود 150 دول من على ستاج هيشبعوا لي هذه الرحبة اكتشفت أن لا بدأ يتخلمت موهن عايز أكون ممثل ولكن عنده شعبية المغنية وأنا مش مغنية فبدأت أدرس ايه نوع المسيكة اللي يتلائم مع طبيعي صدق لما اجيه أقول مثلا صاحب يكلمني وبدن اندللي رايق النص لقد رحنا أعطنات قال لي انكسرت الجبلاش أنا مش بشرة أربط عصير مفيش هرب فاهم بس النوع هونت فعاد أدرس ايه نوع هونت اللي يتلائم مع طبيعي صدق فدفت اكتراس تقريبا سنة على ما خلق انقرار الوضع وكانت مغامرة كبيرة ولن يتفوز بالذاته إلا كل المغامر رمضان اتكلم كمان عن الانتقادات اللي بيتعرض لها بصفة مستمرة سواء على مواقع التواصل او في وسائل الأعلام الشخص لو بيجري وراكا سرعته تضاعف سرعته علميا في القياسة اللي هي بالقياس يعني والشخص اللي عنده الهدف بيجري و بيجري فيه أخر لو ما حيتوهش أموت هنا و مش هتوصل لأهلك و بيجري فيه أخر سواء عدوا بتضاعف فأنا قررت ان انا عايزي ما بيجري وراكا و بجري فيه وراكا الكلب ده هو اللي بيحاول المتربسين فوالله كل النقض بقراه هويز جدا انت مناية وبكتب اسمات كل شخص نقضي اقتصالي او نقض محبط بكتب اسمه عندي هجندتين هجندس مالطا إيمال بيضاء و هجندس مالطا إيمال سواء و طول الوقت بعد كل اسفعين ثلاثة لازم مقرأ دول و دول افتكر اللي دول لهم افتكر اللي دول اللي انا مش عايز صاحبتهم و عايزهم يمتخروا بي اللي هم طا إيمال بيضاء فحفوه اتنين باشكره لان اتنين هم سبب السرع بعد المؤتمر كان لنا حوار قصير وحصري مع النجم محمد رمضان حسم فيه الجدل عن موضوع التنافس اللي بينه وبين النجم عمر دياب خصوصا بعد تفوق رمضان على عمر دياب من حيث أرقام مشاهدات الأغاني على يوتيوب و ده بحسب التقرير اللي عرضته صفحة رسمية لجوائز World Music Awards مؤخرا هو فيه فرق ما بين المطرب والمغني مطرب يعني طرب يعني موهبة فقط إنما المغني ممكن يبقى راب ممكن يبقى أنواع كتير جدا الفنك النوع البرازيلي أيضا ما بيعتمدش على الصوت الطربي قوي فهو أنا بس ضد كلمة مطرب أنا مع كلمة مغني ممكن آه ده نوع غناء مختلف أو خاص بيه بس فديع النقطة إنما مغني طبعا بعني حفلات كتير و الأغناء دي تقريبا رقم ثلاثين حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي